نهر ده في كاس العامل الاندية في مفاجأة من العيار السقيل منشستر سيتي يفوز على قراوة الياباني تلاتة لاشيئة طبعا باتتالي ايه وبهزر باتحك عشان حدش يقولي بيقولي مفاجأة بهزر عشان كان فيه ناس عندها امل انه قراوة يكسب منشستر سيتي اجاباها ما ينفعش فيش ماء يعني اصلح من ضرع الفرق اللي في اوروبا اللي طبع تكسب منشستر سيتي فااا قراوة حاول يعني فدل لحد نهاية الشوت الاول متماسك الى حد ما وعنده حارس مرمى رائع جدا فكان بيتصدل اكتر من كورة بس كده كده وانت بتتفرج على المباراة عارف انها جاية جاية المهم مدافع فريق قراوة مدافع نرويجي اسمه ماريوس سجل هدف في مرمى الهدف الاول لمنشستر سيتي مع نهاية الشوت الاول تحديدة في ديئة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضقع وبعد كده كوفيزيتش اضاف الهدف التاني في ديئة اتنين وخمسين وبرناندو سيلفا خلص المباراة في ديئة تسعة وخمسين بالهدف التالت كما كان متوقعا تماما طبعا وبالتالي قراوة هيلاعب النادي الاهلي يوم الجمعة اللي جاية الساعة اربعة ونص في مباراة تحديد المركز السالس والرابع وان شاء الله الاهلي ياخد برونزية جديدة البرونزية الرابعة في تاريخه قراوة الياباني لما شفته النهاردة فريق عادي بسراعة ما شفتهش لما لعب بطل المكسيك بس فريق عادي يعني اه عندهم سراعات اليابانيين بس فريق عادي وعنده اخطات تكاية وفنية فادحة جدا جدا زي ما قلت لك بداية المباراة وببساطة كانت طبعاية جدا يعني ايه كانت طبعاية انت بتلاعب منشستر سيتي في الطبيعة انك بعشر لعيبة من فريقتك اللي هم العشر لعيبة يعني بحرس المرمى الحداشر حداشر لعب وقف تحت الكورة بدافع بس بدافع بس ده حصل فعلا اول المتشاكل